اهلا بحضراتكم من جديد كابتن محمد اجي لك يعني السنة دي كان اختبار صعب لك يعني انت كنت السنة اللي فاتت ما شاء الله 14 سنة و حققت معهم نتيجة كويسة يعني على قدر الامكانيات والشجل وبتاع بيبقى لسه الولاد يعني ما استويش ما اقوله خدت سقط الجهاز السنة دي مساكت 16 سنة كانت صعبة سنة سنة صعبة كلمنا عنه والله دي حاجة يعني تحصى في الاول كابتن سيد صابر وكابتن اسامان امر مدير كتاع الناشئين عندنا ان هما يدوني الثقة دي يعني وحطوني في البوزيشن ده فرقة جيل ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله يبقى يعني فخر كده للنادي الاهلي بإذن الله انا متوقع لهم ان شاء الله هيبقوا مش أقل من 8-9 لعيبة في الدرجة الاولى بإذن الله ان شاء الله مهمة كانت صعبة طبعا وان شاء الله دي بس البداية يعني ان شاء الله بإذن الله الجمهورية كمان تكون من نصبنا طب انت اول ما تولدت المسؤولية كابتن محمد يعني كلمك كابتن سيد قال لك يا محمد انت ما شاء الله عملت حقيق شغل كويس واحنا بنطق فيك هتمسك 16 سنة اول حاجات في دماغك ايه هو اول حاجة قال لي انا انا عايزك تمسك فرقة 16 عشان انا عايزك مش تكسب بس انا عايزك تعملي الجيل ده انت احسن واحد هتطواره وعندنا الفرقة دي هتبقى مرتبط السنة الجاية فان شاء الله انت لازم تطوارها وتعدي لي فرقة مرتبط السنة الجاية جاهزة بإذن الله وفي نفس الوقت المكسب وده دي الصعوبة يعني ده الصعب في ان انت تحقق الاثنين بالذات ان انت بيبقى في جيلين مع بعض في جيل اصلا كان في الالفين في الستاشر سنة اللي هو الفين وستة وطالع من الاربعتاشر اللي هو مكرم معي الفين وسبعة عشان توازن بالزبط وتوازن بحيث ان انت تكسب وفي نفس الوقت معاك عشرين لعيب فمحتاج برضو تسكلهم وتزود مهاراتهم وتطورهم وتخليهم يحتاجوا وتوزي عليهم الطايم في نفس الوقت تكسب فدي حاجة صعبة جدا مش سهلة خالص خالص